فاحنا ليه لا؟ ما الكاف أولى بالمسألة ويكاف يشارك الاتحاد السعودي التجربة الكبيرة بتاعته وبالتالي كان الاتفاق على إقامة كاس السوبر الأفريقية بين الأهلي بطل دور الأبطال واتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية في الطائف ده في إطار برضو محاولة تنظيم البطولة الأفريقية لكن الحقيقة التحاد الأفريقي قل قوي عن الأول خلينا نبقى صرح الأداء الإداري والتنظيمي للاتحاد الأفريقي للأسف تراجع جدا والارتباك اللي احنا موجودين فيه لغاية النهاردة سببه الاتحاد الأفريقي انه متأخر كتير بأجنداته لسه يا دوب من يومين ثلاثة اكتشف انه عنده تعارض هو اللي صنعه لما حطت للآهلي مباراة التحاد العاصمة يوم خمستاشر نسي خالص انه حطت للآهلي مباراة زهاب دور الاثنين وثلاثين لدور الأبطال اللي صعد له سان جورج الأسيوب لمواجهة الآهلي خمستاشر وستاشر برضو فما بقاش عارف يعمل ايه هي نفس الأزمة والزنقل اللي فرضها على النادي الآهلي لما حطت كاس الأمم الأفريقية في الكاميرون في نفس توقيت كاس العالم للأندية وده الفيفا وده الكاف والآهلي وقتها لو كلكم فاكرين طبعا ازاي النادي الآهلي قدر يضحب به عدد كبير من لعبته الأساسيين اللي سابهم للمنتخب الوطني في الكاميرون ولعب كاس العالم للأندية في المباراة الأولى بدون هؤلاء اللاعبين الكبار الدوليين ده كان بسببه بسبب هذه اللخبطة والارتباك للاتحاد الأفريقي فيه وبقاله فترة أجندة الكاف لغاية دلوقتي مش منتظمة بدليل أقول لكم على حاجة بطولة الدور الأفريقي طب انت بتقول ان السنة الجاية هو هتلعب الدور الأفريقي من 24 نادي طب دور الأبطال موقفه ايه ما تلاقيش رد واضح طب ايه المؤاهل لكاس العالم للأندية كاس العالم للأندية هي الأخرى برضو الأهل السنة دي وهو أهلعبها في السعودية إذا كان الآهل بيفتتح مع الاتحاد الأفريقي النسخة الأولى من الدور الأفريقي الجديد فالآهل بيدشن مع الاتحاد الدولي النسخة الأخيرة من كاس العالم للأندية بنظامها الحالي لأن البطولة اللي هتتلعب في السعودية هي الدورة الأخيرة في ديسمبر هي الدورة الأخيرة بالنظام الحالي اللي معمول بيه الست فرق بالإضافة للدولة أو بطل الدولة المنظمة ده آخر مرة بعد كده البطولة هتنتقل طبعا للنظام الجديد وإقامتها من 32 نادي على غرار كأس العالم للمنتخبات ده الوضع اللي هيكون جديد فانت النهاردة كل الأجندات بتتغير وكل البطولات بتتطور إذا كان الاتحاد الأفريقي عنده هذا الارتباك الاتحاد المصري عنده هذا التغيب الكبير عنده غياب كتير على الساحة التنظيمية أكيد المسألة فيها كتير من العوار وفيها كتير من اللخبطة إحنا نطلع لفاصل بعد الفاصل هنستقبل اتنين من ضيوفنا الكبار أنا قلت لكم سهل جدا تقول رأي لكن صعب جدا تمتلك رؤية لكن ضيفينا الكبيرين الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ نبيل عمر ونقدر